قال وزير الإعلام وثقافة والسياحة معمر الإرياني إن المبادرات التي أطلقها مجلس القيالة الرئاسي والحكومة الشرعية وأخيرها مبادرتين فتح طريق مأرب صنعاء الدولي عبر فرضة نهم وطريق حيث الجراحي الرئيسي من جانب واحد أجابت عن أسئلة مهمة ظلت محل جدل طيلة سنوات الماضية حول الطرف المسؤول عن قطع الطرق الرئيسية بين المحافظات وإعاقة المبادرات إعادة فتحها وتسبب في مضاعفة معاناة اليمنيين وأوضح الإرياني أن رفض ميليشيا الحوثي الإرهابية تابع لإيران للمبادرات وذهبها لاختلاق التعذي قيدات والذرائع لم يكن مفاجئا لعصابة لا هم لها سوى صناعة الأزمات وتفجير الحروب وتأزيم حياة المواطنين وأشار الإرياني إلى أن ميليشيا الحوثي عمدت طيلة السنوات الماضية لإفشال كافة المبادرات التي قدمتها الحكومة لفتح الطرقات في مأرب وتعز والحديدة والجهود التي بدلتها الوساطات المحلية والاتفاقات التي أبرمت لفتح الطريق هذا وطالب الإيرياني المجتمع الدولي بالعمل على الاستجابة المنسقات للتصدي لأنشطة الميليشيا الحوثية عبر الشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية